في بداية كده عايزين نتكلم عن يوم المدن وأهميته إيه وإزاي كمان استعدت مصر ليه وأهميت استضافة مصر ليوم المدن هو إحنا يوم المدن تم استضافته من خلال مصر للمرة التانية أو للسنة التانية يعني للدورة التانية وكان في مدينة الإسكندرية وشعاره السنة كانت شعار مختلف جدا وهو تعزيز أو تحفيز رواد المناخ الشباب للتغيير واستضافته مدينة الإسكندرية وكان من تنظيم من وزارة التانية المحلية بالتعاون مع يوين هابيات ومكتبة إسكندرية وطبعا وزارة الشباب ورادة كان لها دور في العمل لهذا اليوم وطبعا لأننا في وزارة الشباب ورادة بالقود العملية الخاصة بالشباب والمناخ من خلال اللجنة الوطنية للشباب والمناخ وكان معي الوزير موجوب برضه في الجلسة الرئيسية رفاعة المستوى داخل المنتدى أكلم عن كل اللي بتقدمه الوزارة من أنشطة وبرامل متعلقة بالاستدامة والشباب والمناخ طيب عظيم جدا الفكرة مش مقتصرة فقط على المنتدى الحضري العالمي أو يوم المدن فكرة مشاركة الشباب في كل الفعاليات اللي بتنظمها مصر إزاي بيتم تأهيل الشباب للمشاركة في مثل هذه الفعاليات الدولية طبعا الموضوع بدأ برؤية عظيمة من السيدة رئيسة عبد الفتاح السيسي بأهمية إدمار الشباب وعايز أقول لكم حاجة يعني إحنا مصر من أول الدول اللي بدأت تتحار بشكل قوي جدا في دمج الشباب في كافة مناحي الحياة وبشكل ما كمان مصر كانت مؤسسة دولي جدا على المستوى العالمي في أن هي أهمية تناول أهمية توجد الشباب في صناعة القرار وصناعة المستقبل لأن إحنا بنتكلم دلوقتي في الاستدامة وفي الضغاية المناخي ومستقبل المدن وإحنا في سنة 2030 يعني بعد 6 سنين بالزبط هنكون بنتكلم أن 60 أو 65% من سكان المدن كلهم هيكونوا من الشباب وبالتالي أو سكان العالم هيكونوا من الشباب فبالتالي أنت حاجة بتتكلم أنك لو الشباب النهضة ما كانش مستعد بشكل كويس أو مؤهل بشكل كويس من المعارف والخبرات والقدرات مش هتقدر تعبوا للمستقبل لأن الشباب هيفضل هو البوابة للمستقبل دايما فهنجد أن نستعدين لشكل المستقبل اللي هيكون مختلف خالص عن المواد اللي فات هنتكلم في تغيير من مناخ بيغاية شكل كروتر بالقض مواد بتخلص لازم يبقى فيه ترشيد وإدارة لاستدامة هذه المواد ومبادئ الاستدامة بقتش خلاص مراد نوع من أنواع رفاهيات اللي نتكلم عليها لا الموضوع تغيير تماما ده هو بقى أسيات احنا في كل وقت وفي كل مكان دلوقتي بنلاقي مواد بالجف بنلاقي ميا بتخلص بنلاقي مواد طبيعية بتخلص غيرت سريعة كمان جدا ونحسها قصة مما كان متوقع احنا بقى ثلاث سنين تقريبا يعني عايزة أقول لكم السنة اللي فاتت تم تصنيف شهر يوليو هو أسخن شهر حصل على الكواكب الأرض فبالتالي بقى الأرض بتسخن المياه بتقل الزرع هتقل المياه بتغيى كده بيقصد بقى على شكل المجتمعات والمدن والبلاد المنتدى الحضري اللي هيكون في القاهرة إن شاء الله بدءا من يوم الأربعة نوفمبر هو مش مختص بس بأن احنا بنتكلم عن تطوير المدن والعشوائيات وغيرها لكن كمان مختص كمان بتنمية مستدامة للإنسان المصري أو لبناء الإنسان بشكل كبير جدا شايف حضاك إزاي أنه هو أواكب التطوير ده اللي بيحصل في المدن وغيرها من المناطق إلا أن أنا كمان أخليه على مستوى الإنسان الشخص نفسه